أهلا بكم من جديد تناولت عنوين الصحف الأجنبية وتحليلاتها أزمة نقابة الصحفيين في مصر بعد اقتحامها من جانب قوات الأمن وعتقال صحفيين معتصمين احتجاجا على ترد الحريات في مصر حول هذا الموضوع وتناول الصحف الأجنبية لهذه الأزمة ورحب بالزميلة الصحفية الأستاذة نادية أبو المجد أهلا بك معنا أستاذة نادية أهلا بك دعينا نبدأ من رؤية عامة حول كيف رأت الصحافة الأجنبية مسألة اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين في مصر بشكل عام خلينا نقول أن الاهتمام بدأ فورا أول ما بدأت تتوتر الأنباء عن مدهمة نقابة الصحفيين والقبض على الصحفيين يعني حتى قبل ما تصدر التقارير الصحفية أصبح يعلق صحفين أجانب ناس من مراكز أبحاث وكان فيه كذا فكرة ركزوا عليها فكرة أنه ده يعني يحدث قبل يومين من اليوم العالمي للصحافة وبعد أيام من احتفال النقابة بعيدها الماسي وخلينا نقول فيه حاجة كمان تالتة كانت تقريبا مشتركة بين أول ردود فعل فكرة كلمة غير مسبوك في عمر النقابة اللي هي 75 عاما أنه هذا لم يحدث من قبض على رغم أن النقابة دخلت في معارك كبيرة وكثيرة مع عدد من الأنظمة السياسية في مصر المتلسان في أيام الملكية أو حتى هذه بالضبط لكن أنت تم المداهمة بهذه الطبيقة والقبض على الصحفين فكانت يعني كان فيه اهتمام فوري لو بدأنا من البي بي سي يعني تتحدث عن أنه في صحفين مصر يتظهرون ضد اعتقالات بعد مداهمة نقابتهم كاننا نقول أنه فيه كلمة مداهمة اللي هي ريد غارة مداهمة هجوم كده دي ترددت بين تقريبا كل التقارير الصحفية وصفتها البي بي سي وغيرها نادية بالنهاية مداهمة على رغم من كلمة مداهمة تأتي دائما مع الأوكار أو الكار المجرمين أو الإرهاب أو ما شابه خلينا نقول برضو علشان الأمانة المهنية والصحفية أنه هم استعملوا كلمة ريد بين هلالين لأنه ده التوصيف اللي وصفه النقيب وبعض الشهود العيان في النقابة لكن وزارة الداخلية نفت ذلك لكن برضو هم اختاروا أنهم يستخدموا هذه الكلمة في عنوينهم ولم يختاروا أن يستخدموا نفي الداخلية هاجل النقطة دية تم نتكلم عن رويترز لأن رويترز بتقول أن الصحفيين معتصمين لكن وزارة الداخلية بتنفي لكن خلينا نروح للميامي هارلد واللي اتكلمت على أن أيضا الصحفيين بيتظاهرون ضد اعتقالات وخدت نفس الكلمة بعد مداهمة النقابة لهم ده اهتمام أمريكي فيما يخص الصحافة الأمريكية بالضبط هو ميامي هارلد التقرير بتاعهم مبني على تقرير للأسوشييتت براس هي وكلت لمبال الأمريكية لكن بدون اتفاق حنلاقي أنه العنوين متشابهة جدا اللي هي زي ما قلنا فكرة المداهمة لأنه هو ده الجديد في الموضوع أنه سواء البي بي سي سواء ميامي هارلد اتكلموا على أنه عشرات من رجال الأمن دهموا النقابة لقبض على صحفيين كانوا معتصمين بداخلها ولكنهم برضو استخدموا نفي الداخلية اللي هو قالوا لا ما كانش فيه عشرات ولا حاجة دول مجرد ثمن زباط هم اللي دخلوا وقبضوا عليهم في النقطة دي خلينا نروح لأصوات مصرية تابع ليوكالة رؤيترز للأنباء ونهو بيقول أن صحفيين بيعتصموا ضد وزارة الداخلية وضد انتهاك حرمة النقابة لكن في المقابل أن وزارة الداخلية بتنفيه ببساطة الصحافة الأجنبية من تصدق ندية من خلال متابعاتك؟ يعني هم مختارين العنوان اللي فيه المداهمة يبقى معناه أنهم مصدقين هذه الرواية أكثر وخصوصا أنه كان فيه شهود مكذبين يعني وزارة الداخلية الحقيقة أنه كان فيه تقرير مش فاكرة مين اللي أصدره بالضبط بس كانت صحيفة أجنبية لكن وقت بعد لما طلع مؤتمر صحفي الغريب ده اللي هو بيتهم بعد تسعة شهور من اغتيال النائب العام بيتهم الإخوان وحماس وكده أعتقد أنها كانت الجارديان أظهر التقرير أنه لماذا لا يصدق أحد بيانات الداخلية كان فيه تقرير صحفي بهذا يعني اكتمل بذيقته تحديدا الجارديان يعني هذه هي الطريقة التي اختارت أنها تتعامل بيها مع هذا المؤتمر الصحفي أنه يعني لماذا لا يصدق أحد مؤتمرات أو بيانات الداخلية بعد الآن خلينا نقول أنه كل التقرير دي كمان بتتكلم على أنه الصحفيين هم آخر المقموعين إنما قمع السيسي للمعارضة يعني يكتسح يعني سواء نشاطاء إسلاميين كمان بعد هذه التقارير بتذكر بأنه السيسي جاء للسلطة بعد استيلاء عسكري دي التعبير اللي استخدمته استخدمته البي بي سي على السلطة كمان من البي بي سي ذكرت أيضا فكرة أنه مصر تدنت مكانتها في اللي هو مؤشر حرية الصحفي بتقول مصر رقم 159 على 180 وكان فيه تقرير قبل كده للجنة حماية الصحفيين بيقول أنه مصر هي التانية في العالم بعد الصين في حبس الصحفيين خلينا نترك الأخبار وإبراس خبر اقتحام قوات الأمن لنقام صحفيين لأل تحليل معهد كارنجي بيتحدث على أن السيسي والإعلام تدهور العلاقة والعلاقة أصبحت بينهما متدهورة إلى حد كبير أهم ما جاء في السيقات التقرير للمعهد تقرير تحليلي وتحسي توقيته بالصدفة مناسب جدا خصوصا بعد التصريحات المتضربة بالأمس بشأن أن السيسي لم يكن يعلم أنه تم أعتقد أو ليست بإشارة من السيسي أو لم يكن يعلم بموضوع مداهمة نقام الصحفيين يعني هذا التقرير الذي صدر قبل يومين بيتكلم على فكرة أن السيسي والإعلام وتدهور العلاقة وهو بياخد خطاب السيسي اللي هو بيقول قعد 93 دقيقة ومفروض أنه كان لقاء مع الأسرة المصرية أو فئات من الشعب حوار وطبعا كلهم زي الإيكونوميست الإيكونوميست بقالها أسبوع كل يوم بتعيد نشر تقرير اللي هو أنا ما أزنت لكش بالكلام فهذه التعبير بيستخدمه فبيقولوا أنه الخطاب ده كان آخر وأكتر مؤشر على أنه قد السيسي بيزدري الإعلام ده التعبير اللي استخدمه قد السيسي بيزدري الإعلام بيزدري الإعلام وأنه هو كل مفهومه عن المعلومات أنها تصدر منه وأنه كله يسمع كلامه أو استخدمها كأذرع إعلامية كما تحدث وبعد كده تحدثه على أنه قبل كده كان بيستخدمها أنها أذرع إعلامية لكنه لم يعد مسيطر عليها زي مكان لأنه الوضع أصبح صعب أنه الناس تفضل تدافع بأفيخ تلافات وذكرين أسامي ناس زي إبراهيم عيسى مثلا كان من أشهد المؤيدين ليه الآن ينتقدوا ما حدث مع المزيعة عزة الحناوي ما حدث مع عكاشة هم مستخدمين هذه الأمثلة كلها أنه ده بيوري قد إيه وأنه الإعلام لعب قد إيه دور في دعم السيسي في التمهيد لما حدث لكنه الآن انقلب عليه ولم يعد قادرا على السيطرة عليه نادية تعتقد أن النظام في مصر بيتأثر بما تكتبه عنه الصحافة الأجنبية على الأقل فيما يخص علاقته بالإعلام يعني بيتأثر إيجابيا بيحاول أن يعدل من صورته أم لا كيف يتفاعل ويتعامل النظام مع كل هذه الأمور؟ أعتقد أنه النظام بيتعصب أكتر من أنه بيتأثر وده بيفسر فكرة الكلام الكتير عن المؤامرات الدولية وهم يعني كل دوتهم مكلمين عليه يعني مكلمين على فكرة أهل الشر اللي هو الكلمة اللي بتتردد فيه خطاباته أنه أي حد بينتقده يبقى أهل الشر فهو النظام بيتعصب بيرد ساعات بطريقة غير دبلوماسية غير مقنعة وغير احترافية لأنه بيرد بهجوم بدل من تفنيد ما تقول هذه الصحافة عنه وسجله المزري في ما يخص حقوق الإنسان ومؤخرا الصحفيين الزميلة الإعلامية أستاذ نادية أبو المجد أشكرك شكرا جزيلا مشاهدين الكرام فاصل قصير يلتقيكم بعده زميلي مصطفى عشور في متابعة لآخر مسجدات الشأن السورية